متابعة قناة انفوتيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة هنبص بص سريعة داخل كوين شارت ونشوف النماذج المختلفة الموجودة داخل كوين وعلى رأس هذه النماذج هو كوين 3 كودر نموذج المتخصص في البرمجة باستخدام بنية المكتشر أوف اكسبرس واللي بيحتوي على ربعمية وخمسة مليار بارامترز والكونتكست الانث بتاعه بيوصل لحد 256 ألف رمز لو بصيت على الكوين شات زي ما احنا شايفين قدامنا كده هتلاقي في مجموعة من النماذج المتقدمة اللي ظهرت في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم كوين 3 235 بيه النموذج الأقوى في سلسلة مكتشر أوف اكسبرس النموذج ده ضخم جدا وفي عدد هائل من البرامترز وهو أقوى النماذج المتاحة في السلسلة وبييجي بقدرات متقدمة على التفكير سواء كان المود thinking وممكن كمان بدون تفكير non thinking أو instruct وهو مصمم لمهام بتتطلب ذكاء عالي جدا ومعالجة منطقية دقيقة بيناسب المنطق بيناسب البرمجة بيناسب الكتابات الإبداعية للنصوص المسائل المعقدة بشكل عام وكنا تكلمنا عنه من قبل على القناة أما بالنسبة لكونث ريكودر وهذا النموذج المتميز جدا والمتخصص في البرمجة باستخدام أيضا بنية الأموي أو الميكسشر في النصوص الكبيرة بيحتوي على 405 مليار معامل أو براميترز بيتم تفعيل حوالي 35 مليار لكل رمز مدخل وبالتالي ده بيخليه فعال أكتر وفي نفس الوقت بيديك نتائج جيدة بيدعم سياق طويل جدا بيوصل ل256 ألف رمز ممكن تمدوا لحد مليون توكنز باستخدام تقنية اسمها يارن طبعا هو من اسمه كده كوينثري كودر فأكيد بيبرع في مهام البرمجة وهو متعدد المراحل بيستدعي أدوات تول كولز وبيفهم قواعد البرمجة وبيولد اختبارات وتحليل مستندات الكود تم إطلاقه طبعا مؤخرا كأحدث نموذج مفتوح المصدر من علي بابا في مجال البرمجة وبيتفوق على نمازج منافسة زي جي بي تي فور بالنسبة لي كوينثري سيرتي بي هي نسخة صغيرة وأصغر بكتير مقارنة بال235 بي أو النسخة الكودية بيحتوي على حوالي 30 مليار معامل بمتفعل منها حوالي 3 مليار لكل استدعاء ولكل ريكويست بيدعم وضعين بيدعم النموذج الغير تفكيري أو الانستراكت أو النونسينكينج وبيشتغل بشكل سريع للمهام البسيطة أما وضع التفكر أو مضع الثينكينج بيكون هو وضع مهم جدا للمهام اللي بتتطلب طبعا تفكير عميق ومنطقي خاصة الرياضيات والمنطقة يتميز بدعم السياق طويل 256 كي بالنسبة لكوينثري كودر فلاش وهو نسخة خفيفة من كوينثري كودر عشان تكون أسرع وأكثر فعالية في توليد الكود والمهام البسيطة بيشتغل في واضع النونسينكينج مش بيظهر أي كتل تفكير أو تأمل بيولد مباشرة أجزاء قبل للتنفيذ زي الفونكشن كولز ومناسب تماما للحالات اللي بتحتاج سرعة في توليد الكود الجاهز للتنفيذ من غير أي تفكير ده بالنسبة لنماذج الجديدة المميزة داخل كوينث زي ما اتفقنا نموذج ضخم كوينثري 235 بي للمهام المعقدة والعميقة وممكن تفعل في وضع ثينكينج والنونسينكينج أما بالنسبة لكوينثري كودر وهو ضخم جدا 405 بي ومناسب للبرمجة وهو نونسينكينج ممتاز للبرمجة بالنسبة لكوينثري 30 بي هو يعتبر نموذج متوسط وللمهام التقليدية والتفكير وممكن انت تفعل في وضع الثينكينج أو الانستراكت أيضا بالنسبة لكوينثري كودر فلاش يا نسخة صغيرة من كوينثري كودر وهو بيولد لك كود سريع قابل للتنفيذ ونونسينكينج يلا بينا نبص بصة سريعة على كوينثري كودر ونشوف هذا النموذج اللي احنا مجربناهش من قبل كده على القناة وانا عملت بي في الفترة الاخيرة وزي ما قلت لك انا مش مضخصة في المرمجة ولكن انا بستخدمه كإندي يوزر عايزة احصل على بعض التطبيقات البسيطة اللي ممكن استفيد بيها يلا بينا وارجعنا لكم مرة تانية على منصة الشات الخاصة بكوين وحنبتدي احنا نجرب مع بعض كوينثري كودر فيه امكانية ان انت تختار مع كوينثري كودر الويب ديف او الديب ريسورش او الامج جنريشن او الارتيفاكس انا هنا حابة برضو ان انا انوه عن الويب ديف والويب ديف فيه كوينشات واستخدامه مع الكودر حيفيدك بايه ان انت بتحلك كشخص ما عندكش اي خبرة برمجية مسبقة على انتاج فرونت اند كود جاهز للتشغيل باستخدام امر نصي طبيعي عادي جدا بيتحول لي صفحة ويب كاملة بصيغة الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت فهنا احنا ممكن نجرب الويب ديف ولكن دعونا الاول نلقي نظرة على بعض الابليكيشنز البسيطة اللي عملتها باستخدام كوين كودر من التطبيقات اللي عملتها من خلال تفعيل الارتيفاكس عشان اقدرنا اعمل ديبلوي او نشر لي الابليكيشن وممكن انت تستخدمه برايفت او بابلك يعني انت ممكن في الديبلويمنت تقدر ان انت تختار ما بين البابلك وما بين زي ما قلتلك البرايفت وهنا ده يوتيوب اس اي او اوبتمايزر كل اللي قلتله في الامر الاتي بيعمل لي اتراكتيف وكليكابل يوتيوب فيديو تايتل وابتمايز دي فور اس اي او سرش انجل اوبتمايزيشن يا تماشى مع قواعد الاس اي او هحطيلك الانسيرت الكيوورد او الطبيق فقط انت بقى هتبتدي تديني التايتل وكمان تديني فروفشنال ديسكريبشن من 150 ل250 كلمة تسامارايز اللي حييجي او تلخص اللي حييجي في الفيديو وكمان تشجع الفيوورز اللي بيشوفوا الفيديو انهم يعملوا لايك وشيروا كومنت وسبسكرايب في الوصف وكمان اخترح من 15 ل 20 هاشتاج ممكن انا استخدمهم فهنا ابتدا هو يعملي الابليكيشن اللي انت شايفو دلوقتي كل اللي عليك ان انت حتروح تحط الكيوورد او الطبيق وين ثري كودر بس كده وهقوله جينيريت اس اي او كونتنت هنا قالي كوين كودر 101 everything you need to know to get started 101 هو مصطلح كده بيستخدم للمبتدئين او الخطوة الاولى لفهم مثلا عن كوين كودر ويه البروفيشنال ديسكريبشن زي ما احنا شايفين عن الكوين ثري هنا بيقول لك ولكم دي الجايد اللي بيتكلم عن كوين فري كودر وينزي سلي تايد التوريال حتكلم عن ايه هو كوين فري وده طبيعي الشخص اللي بيشرح وازاي ان انت ممكن تستخدمه والمستيكس اللي ممكن تقع معك طبعا انت بتعمل يعني ادت مش كل ده ممكن تكون حتقوله داخل الفيديو بتاعك وايضا زي ما طلبت منه في الامر انه هو يعني يشجع المشاهد انه هو يعمل لايك وشير وكمنت وبيدي كمان الهاشتاج اللي انت ممكن مثلا تستخدمه بدي شوية اقتراحات طبعا انت ممكن تعمل كاستمايزيشن للنص بتاعك الخاص بالامر بالشكل اللي انت عايزه بيكيشن برضه بسيط كده بيعمل لي ريسايز للصورة هنا انا قلتلو ايه بقى في الابليكيشن انا قلتلو كرييت او ابليكيشن بيسمح لليوزر انه هو يرفع الصورة اوتوماتيكلي ويعمل ريسايز لاي سوشيال ميديا بلاتفورم اكروب طول كمان في كروب طول عايزة استخدمه عشان اتحكم اقطع انه حتة من الصورة يعني مش ما نسألت ريسايز تعملي ريسايز فيعملي ستريتشنج للصورة انا عايزة يبقى فيه كنترول على الكروب وان اوبشن تققى بسكيل وعمل انهانس لحد الف وتمانين ريزولوشن والبريست اسبكت ريشو بتاعتي مناسبة لكل السوشيال ميديا بلاتفورم سواء كان فيسبوك كافر سواء كان صورة مصغرة اليوتيوب سواء كان ستوري ايضا بريفيو فيتشرز تسيييييييييييييييييييييييب انا عايدة اشوف بريفيو ليه الموضوع ده بعد ما يتنفذ وخلي الانترفيس يكون يوزر فريندلي وحاول ان انت توبتمايز الامج انها تكون بالهاي كواليتي ويكروب بشكل صحيح وما الى ذلك. عطاني هذا الابليكيشن اللي انا قمت بمنطقة البساطة هنا عملت له ايضا ديبلويد وممكن من خلال اللينك ده تروح كده تفتح نيوتاب وقادي اللينك طبعا هو وستدعلك وين. الجميل كمان فيه امكانية ان انت تخلي public او تخلي private دي برضو من الحاجة الكويسة جدا هنا مثلا سي انا عايزة ارفع اي صورة والتكن زي دي كده مثلا وهنا الصورة دي لو انا هو هنا واقف على instagram by default يعني لو انا وقفت على فيسبوك او على تويتر او linkedin زي ما احنا شايفين بيقف automaticly على ال aspect ratio فهنا لو انا عايزة لانستجرام هقدر ان انا يبقى فيه control على الكروب اقطع بقى من هنا اقطع من هنا اقدر احرك الجزء اللي انا عايزة ابتدي عملله وبعد كده هقول له apply وما تنساش ان انت يعني ايه تتحكم فيه ال quality طبعا كلنا عايزين ال quality تكون مية في المية enhancement apply crop وبعد كده من المفترض ان انت تعمل download لل final image ممكن تعمل edit again وترجع تاني تعمل apply ايه بقى المشكلة اللي وجهتني هنا ان انا فلما عمل download لل final image ينزل معايا هو هنا يعني وجهة مشكلة فهنا عملت ايه عملت save as image ويه باتديت ان انا اسايفه عندي على الكمبيوتر فياريت تقولولي في التعليقات ليه download final image مش بتكون شغالة ياريت اسمع رأيكم فاسمع من المتخصصين هنا بقى نرجع مع بعض هاختار المرة دي ال web dev وحبتدي هنا او create اللعبة دي باستخدام single file html game الجيم دي فيها كده 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 كرة حمره وكرة زرقه وحطيته المواصفات بتاعة اللعبة وزي ما قلتلكم انا اخترت ال web dev وحبتدي ادوس enter طب اللعبة دي يعني هتبرز اهميتها في ان انا استخدمها ان انا اشوف الواجهة التفاعلية زي ما انا اتفاقنا ان ال web dev ده يعني ممكنك ان ان انت تعمل front in the app كده بسيط هنبص مع بعض كده باستخدام ال HTML و CSS و javascript وحنشوف ازاي هيقدر ان هو يعملها السرعة بتاعته طبعا زي ما احنا شايفين سرعات كويسة جدا هنا دي اللعبة بيقول لي ان انت عشان تكنترول ال new balls وان انت حتستخدم ال A و D عشان تتحرك في اتجاه عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة اعتقد ال A بيبقى عكس عقارب الساعة و D في اتجاه عقارب الساعة هنشوف مع بعض دلوقتي اللعبة دي طبعا انا بقعبش هلعب الالعاب دي بس تعالى نجرب مع بعض هبتدي هنا اعمل start game زي ما احنا شايفين بنتحرك عشان اول ما خبطت في ال obstacles او الحاجات اللي نزلة من فوق دي على طول الجيم بقى over هتلعب تاني زي ما احنا شايفين كده هكده هنتحرك في عكس عقارب الساعة وهكذا طبعا هي اللعبة دي محتاجة بقى مهارة ولكن زي ما احنا شايفين الوجهة تفعولية وjava script وتم التنفيذ بالweb dev برضو هنا ممكن تستخدم الweb dev انه هو يعمل لك contact for استخدام استخدمت برضو البسيطة اللي ممكن اي حد يستخدمها ادي ال contact for مروه هنا ممكن تدخل ايميل بتاعك بيظهر لك ايميليات تختار ما بينها هنا بتختار ال problem و المسج و سند مسج في النهاية اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة انفو تكفري وبحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فارج منسوش تدعمونا باللايك وشير والكممنت لو كنتم تبعيني العزاء ولكنتم بتشوفنا الاول مرة منساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة